اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحدد ابعد عن الشر وغنيله اهو الكلام اللي هنقوله النهاردة هيبقى مناقشة للمسأل ده من كذا زاوية بحيث اننا نتعلم ثلاث حكم هينفعونا في حياتنا العملية والاجتماعية والشخصية اولا هنتعلم ازاي نكون شخص الناس بتعمله الف حساب فعمرهم ما يستغلونا وده بيعتمد على ان اللي قدامك يخاف منك ومن الردود افعالك وثانيا هنتعلم ازاي في بداية العلاقات الرومانسية نخد الشخص اللي احنا بنحبه او معجبين به يشوفنا على اننا اكثر من صديق لأ وكمان نخليهم يجروا ورانا ثالثا وفي المعارك اللي بيتقابلنا في الحياة او في الحروب وفي الخنقات هنعرف ازاي نخوف العدو مننا لو احنا كنا ضعفاء فنتجنب الهزيمة وازاي ننتصر عليهم في لحظات لو كنا احنا الاقوية كل الحاجات دي ممكن تكتسبوها لو تمكنتوا من صفة مهمة جدا وهي صفة الغموض الغموض يا جماعة مش بس صفة ولكنه استراتيجية استراتيجية هتفتح لك ببن كتير قوي وهتسلك لك طرق كتير قوي طرق مالهاش علاقة ببعض قبل ما ندخل في الموضوع خلونا اسألكوا سؤال يا جماعة سؤال عن الغموض هو احنا ليه بنحترم الشخص اللي بنخاف منه حتى ولو بنكرهه لاننا مش بنبقى قادرين نفهمه ومش بنبقى قادرين ندرسه يعني مش بنبقى عارفين رد فاعله معانا هيبقى عامل ازاي لو زعلناه وهكذا الشخص ده بيكون بشكل ما او الاخر خلاص كده مسيطر علينا فبنتق شر رحصا وبنعمله اللي هو عايزه وخلاص ليه؟ عشان ما يبقاش فيه اي احتمال اننا ندئذي منه سواء بعقاب او باننا نسمع كلمة ملهاش لازمة استراتيجية التخويف بالغموض دي لازم يكتسبها اي شخص عايز في يوم من الايام يبقى مدير على ناس او حتى رايز في مشروعه لانك من غير الصفة دي هتلاقي ان الناس يا اما بتستغلك يا اما بتتأخر عليك فما حدش هيديلك بريستيجك وعمرك ما هتبقى قائد يعني عمرك ما هتبقى كبير طب سؤال تاني هو ليه في العلاقات الرومانسية وخصوصا في بدايتها بنلاقي نفسنا بننجذب للشخص اللي احنا مش قادرين نفهمه يوم تلاقي الشخص ده محسسك انك اهم واحد في الدنيا وانه هيموت عليك واليوم اللي بعده تلاقيه مش معبرك وكأن مبارح ده كان اجذوبة احنا بننجذب للناس دي لانه غموضهم بيخالينا نفكر فيهم بحيث ان احنا نحاول نفهمهم وبكده نقدر نقول ان الشخص الغامض هو الشخص اللي ملوش كتالوج شخص احسن لكنك تراضيه ده بقى انك لا عارف سكيته ايه ولا عارف تتصرف معه ازاي والنهاردة بقى انا هقولكو ازاي تكونوا الشخص ده بس قبل من اتعمك في الموضوع خلوني اقولكو على حاجة كده يا جماعة تعارفين انا لما عدت افكر في الغموض ولا باكت بسكريبت الحلقة اكتشفت ان الانسان يشبه الحيوان في حاجات كتير قوي اهم التشابهات اللي بينهم ان الاتنين فريسة يعني كائن ممكن نصطاده لان معظم الناس مش بيفكروا بالعقل اللي الربنا لزقهم به لحد ما يبقى زيهم زي الحيوان بالزبط فالنتيجة انهم بيبقوا كتاب مفتوح اي حد يقدر يقراه ويدرسه فيشوف نقط ضعفه وعاداته وتصرفاته فيفهم الروتين بتاعه وهكذا يعرف يصطاده فين وامتى وبانهي طعمة كمان فكروا فيها يا جماعة لو انتم مستغربين الكلام اللي انا بقوله احنا بنروح نفس الاماكن وبنتصرف نفس التصرفات بنقعد مع نفس الناس وبنأكل نفس الاكل بنقول لنفسنا ان اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش فبناخد نفسنا ونروح نقعد في الكمفرتزون الجميلة اول منطقة اللي احنا بنشعر فيها بالامان بعيدا عن المجهول والخطر بنكون عدد مألوفة لا تتغير فبنوصل اننا نكون شخص متوقع سبحان الله السمك مثلا يعني بقيله في البحر الاف السنين ومع ذلك بنصطاده بنفس الطريقة ما تعلمش ان الاكل اللي بترميله في المياه ده بيكون في معظم الوقت طعم وعلشان كده دايما بيجيب اجله بنفسه البني ادم بقى فريزة زي وزي السمك كده يعني انا لو عرفت ان احمد طيب هتعامل معه على انه طيب وهستغل تبطه دي ولو انا عرفت ان محسن غشيم هبعد عنه علشان ما يجيش يتغشم علي يعني انا لو عرفت شخصية اي حد مسيري هعرف اتصرف معه ازاي لكن تعالولي بقى لو انا مثلا مش قادر اعرف محمود سكته ايه يبقى عمري ما هعرف فتحك عليه فقلب الترابيزة بدل من انت انسان الناس قادره تقرأه وتدرسه وتفهمه لدرجة انه كتاب مفتوح خليك غامض وما تخليش صفات شخصيتك واضحة لازم تتعمد انك تكون شخص غير متوقع شخص غامض شخص مالوش كتالوج خليك انت الصياد مش الفريسة لو استوعبته الجملة دي هتبقى تمكنته من سر اساسي من اسرار السيطرة وبكده احنا حطنا ارضية للقانون السبعتاشر من كتاب كوانين السلطة التمانية واربعين للكاتب روبرت جرين يعني خلي اللي قدامك يبقى دايما نخايف منك علشان يعملك اللي انت عايزه خوفا من رد فعلك بانك تبقى شخص غامض وغير متوقع هقولكو ازاي ممكن نعمل كده في حياتنا الشخصية بس بعد ما احكيلكو الحدود كان يا مكان كان فيه بطل كده من ابطال الملاكمة او بمعنى اصح البوكسن اسمه محمد علي طبعا الله يرحمه كان اغني عن التعريف الراجل داي يا جماعة كان اسطورة كان فاهم كويس اوي ان اللعبة دي مش بتعتمد فقط على القوة البدنية والتمارين والفتنس كان عارف كمان ان اللعبة دي بتعتمد على الزكاء وعلى الفلسفة وكان عارف كمان انها بتعتمد على قدرتك في انك تدرس وتذاكر خصمك عشان تعرف نقط ضعف وفين بحيث انك حتى لو ضعف منه تقدر تنتصر عليه محمد علي بقى يا جماعة كان عنده استراتيجية كده كانت بتجيب نتائج وهمية وعالمية في الماتشات بدل ما يقعد قبل الماتش كده يدرس العدو ويدرس الخصم ويذكره علشان يعرف هيلعب ضده ازاي في الماتش كان بيلجأ لحل تاني في منتهى الزكاء ما كانش بيدرب خالص كان بيقعد يتنطط حوالين الحلبة كده بحيث ان الخصم يجري وراه ويحاول يضربه طب ايه يا جماعة الحكمة في الاستراتيجية دي ان الخصم يقعد يجري وراه فيدعب نفسه لحد ما يفرهد فبوكس واحد بس يجي في وشه ويوقع وقع لا رجوع منها بس سنة 1974 محمد علي عرف انه هيقابل خصم قوي وزكي جدا والراجل ده كان اسمه جورج فورمين فورمين ده يا جماعة كان خصم صعب وكان حريف قوي هو كمان وكان فيه ماتش بينهم هما الاتنين في نهاية البطولة فورمين قعد مع نفسه قبل الماتش كده يدرس محمد علي قعد يتفرج على ماتشاته القديمة علشان يدور على نقطة ضعف اللي هم ممكن يلعب عليها واسناء ما فورمين كان قاعد بيتفرج على ماتشات محمد علي القديمة اكتشف ان محمد علي كان دايما بيلعب الماتشات بنفس الطريقة قعد يدرسه علشان يعرف ازاي ومحمد علي بيلف حوين الحلبة زي الفراشة يقدر يوصله الضربة اللي اتوقعه محمد علي بقى ما عملش اللي فورمين عمله ما اعتمدش على دراسة العدو ولكن قرر يتلاعب الغمود علشان يغري العدو في انه هو اللي يدرسه ويتفاجأ في الاخر ان الامتحان جاي من بره المنهج طب محمد علي يا جماعة عمل كده ازاي؟ عمل مؤتمر صحة في قبل الماتش على طول وصرح في المؤتمر ده انه النهاردة هيغير استراتيجيته في اللعل قال انه هيهجم بدل ما يدفع طبعا ما حدش صدقه بما فيهم فورمين فورمين خده الغرور وقال لنفسه عايز تدحك علي انا؟ هو في حد بيصرب خطته برضو؟ جايز تكون انت تعلمت الساعة يا محمد بس اذا كنت انت تعلمتها فانت تعلمتها في المدرسة بتاعتي فدخل فورمين الماتش وهو عارف ان محمد علي كان بيحاول يضحك عليه بس تصدم صدمة عمره ليه؟ لان محمد علي نفذ اللي هو قال انه هيعمله وبالحرف الواحد كمان فعلا ما دفعش عن نفسه اول الماتش ما بدأ والحكم صفر محمد علي قام ضرب سبرينت على فورمين ضربه ضربه في وشه وعاته على الارض ومقامش منها تاني وبكده محمد علي يكسب البطولة قبل الماتش ما يبتدي اساسا لانه عمل اللي محدش كان متوقع انه هيعمله طيب الفكرة في ايه؟ الفكرة ان محمد علي تلاعب بالمألوف كان عارف ان الخصم عادة هيدرس تحركاته والستايل بتاعه عشان يعرف يحاربه ازاي فلاعب على النقطة دي خل فورمين يتوقع منه فاعل معين وعمل العكس تماما هي دي قوة الغموض والخروج عن المعتاد اللي قدامك عمره ما هيبعارف انت نوي على ايه فهيبزل مجهود جبار وهو بيحاول يفهمك وطول ما اللي قدامك بيحاول يفهمك فده معنا ان انت ركبته وسيطرت عليه لان الانسان في العادي بيخاف من المجهول وبيعمله الف حساب فلو انت بقى قدرت تعمل كده ياريت خلي الناس تتوقع منك حاجة ويعمل عكسها ساعتها محدش هيقدر يفهمك ولو انتوا فاكرين احنا قولنا هي قبل كده السلطة هي قدرتك على انك تكسب الحرب قبل ما تحاني والغموض هو انسب سلاح يوصلك للنتيجة دي تعالوا بقى نشوف ازاي ممكن نطبق الكلام ده في حياتنا الشخصية هنتكلم في ثلاث نقطة النقطة الاولى نبزة اخرى من كتاب The Art of Seduction او فن الاخراء يلا اي خدمة في بداية العلاقات الرومانسية الراجل في معظم الوقت هو اللي بيعمل مجهود علشان يقرب من البنت اللي عجبها لا العادي بس ايه المشكلة هنا المشكلة هي ان البنت دي زي ما هي عجبها فهي عجبها غيره برضو ولو ما عرفش يجذب انتباهها فيخليها تركز معا لحد ما يعجبها هو كمان هيلاقي نفسه بينضم جنب اخواته في طابور الفريندزون العظيم صدقوني يا جماعة الفريندزون بيت زحباوي لازخب كتير من كبر اكتوبر الساعة خمسة العصر فخلوني يا حبيب قلب يقدر لكم عن التخريمة علشان ما تلبسوش ايه هي بقى الحاجة اللي تخلي البنت تركز معاك بدل ما تصرف انتباهها عنك زي ما عملت مع غيرك بالزبط غموضك هيا دي الإجابة البنت مش هتحطك في الفريندزون إلا إذا حست انها جمع جبيها وعايز منها حاجة ما هو البنت لو عرفت انت نوي على ايه معها او عرفت انت عايز ايه هتبقى انت كده زيك زي الكتاب اللي مفتوح اللي مفوش اي حاجة مغرية واللي محدش عايز يقرأ اساسا لكن تعالوا لي بقى لو البنت معارفتش انت نوي على ايه معها ومعارفتش انت عايز منها ايه هتصنفك ازاي مش هتعرف تصنفك فهتحاول تصنفك هل انت صديق ولا عايز منها حاجة هل انت معجب بيها ولا انت عادي يعني لزيز مع الكل مش معاها هي بس هو ده اللي انت لازم تعمله انك تخليها تسأل نفسها الاسئلة دي ساعتها عقلها البطن على طول هيفكر فيك وصورتك هتبقى دايما قدامها خلونا بقى نقس الكلام ده على ارض الوقت فرضا يا سيدي انك قابلت بنت وعجبتك تبقى غامت معاها ازاي هديلك مثال اديها اشارات متعددة كل اشارة فيهم بتناقض اللي قابلها في الاول تعامل معها لانك صديق فقط علشان ما تخوفهاش منك وعلشان تدي لنفسك مساحة انك تقرب لها ما هو انت لو ما عملتش كده فانت كده بتخليها تشوفك بنفس الطريقة اللي شافت بهم اخواتك اللي بقى لهم سنين معاششين في الفرينزون قرب لها كصديق واول ما هي تحس انك بقيت جزء اساسي من حياتها اليومية هدي اللعب شوية وبطل تتكلم معها ليه لانك لو فضلت تتعامل معها على انك صديق فهي مش هتشوفك غير كده فلما انت تضطل تتكلم معها لفترة وتختفي هي هتبتدي تسأل نفسها هو راح فين؟ اختفى ليه؟ كده هي هتحس ان انت وحشتها والاحساس ده هو اللي هيخلي مشاعرها ناحيتك تبتدي تشتغل بعد كده بعد ما عدي شوية وقت يعني اظهر لها تاني واعتزر لها قول لها معلش انا اسف كنت مشغول شوية كان عندي شغل كتير او كنت مسحول شوية في شوية حعاراتك اي حاجة ساعتها غالزتها هتدفعها انها تخلي لنفسها الاولوية عندك دلوقتي بقى ارملها كلمة رومانسية قول لها عيونك حلوة مثلا ده هيديها انطباعة لانك شايفها اكثر من صديقة بس ما تخليهاش تبقى متأكدة من ده ازاي؟ ترملها كلمة تخليها تحس ان انت مش شايفها غير كصديقة تاني يوم جربت قول لها كلمتين دول انا برتاح معاكي وبحس ان هي نفسي في وجودك انت مريحة جدا بتفكريني كتير قوي بختيك ما هو ناصلي مش برتاح في الكلام غير معاها البنت بقى ساعتها هتتجنن وهتفكر فيك كتير قوي عشان هتحاول تفهمك وتعرف يا طرى انت عايز منها ايه ولا ايه؟ غموضة واشارتك المتعددة وافعالك الغير متوقعة هم دول اللي هيخليها تنجازب ليك من كتر ما هتفكر فيك واسناء ما هي ما هتحاول تفهمك هتبقى انت خلاص وقعتها هيا دي الطريقة اللي تبعد بيها عن الفرينزون اللي عينا لا يا خلي وعلى فكرة يا بنات الاستراتيجية دي تنفعكو برضو استراتيجية الاشارات المتعددة بتجيب نتائج وهمية مع الولاد ما هي دي اللي بتوقفنا في الطبور؟ نقطة تانية في المعارك او في الخناءات او حتى يا سيدي في البزنس الكل بيبقى عايز يكسب وينتصر ما هو بالمنطق كده ما حدش بيحب الهزيمة بس قبل عدوك ما يتحرك في اتجاهك وياخد قرار الهجوم هيدرسك الاول وهيدرس ظروفك مش هيجي عليك الا اذا كان متأكد انه لما هيجي عليك هينتصر انت برضو هتعمل كده على فكرة هتدرس عدوك وتشوف هل انت هتقدر عليه ولا لا قبل المعركة ما تحصل فعشان تكسب لازم تتلاعب بالغموض وتكون اسكى من عدوك اتصرف باي طريقة ودور على وسيلة تخليك قادر تدرس بيها العدو بس في نفس الوقت بتصرف برضو ما تدرهوش اي وسيلة تخليه ادرسك بيها فلو انت ضعيف ادي الانطباع انك في زروة قوتك وانك على اتم استعداد انت كده خوفته لا يمكن هيجي عليك بابا انه مش عارف هوا هيقدر عليك ولا لا كده بتشتري لنفسك وقت علشان تقوي في جيشك وفي مواردك وتكون فعلا جاهز له وعلى الصعيد الاخر لو انت بقى قوي ادي الانطباع انك اضعف خلق الله علشان تطمع عدوك في نص رزاه لو سريع العدو مش هيجهز لك دفاع بما انه مش هيبقى متوقع منك وجوم وده بيخلي عنصر المفاجأة في مصلحته ثانيا العدو هيبلغ التعم ويصدق انك فعلا ضعيف فهيستغل ضعفك وهيجي عليك من غير ما يبقى عارف انه مدخل نفسه بنفسه لعارين الاسد نقطة ثالثة لو انت المدير في الشغل او صاحب الشغل نفسه ما تخليش الموظفين اللي انت بترقصهم يقدروا يفهموك غير تصرفتك كتير عشان هما ما يعدوش مع نفسهم كده يدرسوك لحد ما يكتبوا لنفسهم كتالوج يعرفوا وتعاملوا بي معاك يعني مثلا جرب في مرة ما اتباعش على شغل الموظفين اللي انت مسؤول عليهم وما تقفش فوق دماغهم وما تزنش عليهم قلهم انك واصق فيهم وفي امكانياتهم وانك عارف انهم قدر مسؤولية بعدها بيومين بقى غير اللي انت بعضه تماما وتابع على كل تفصيل اعمل عكس اللي انت قلته من يومين وطلع غلطات في شغلهم من الهوى قلهم ان معاد التسليم هما تأخروا عليه ويركب فوق دماغهم ساعتها بدل الناس ما تستغل لفكرة انك شخص فلكسبل ومتفهم هيحسوا انك ممكن تنطلهم وتطب عليهم في اي وقت فهيعملوا اللي عليهم وخلاص علشان يتجنبوا شرك وعقابك وهيعملوا حسابهم انك ممكن في اي لحظة تظهر لهم من عدم يعني هيبعدوا عن الشر ويغنوا له ومش بس كده تلعب بالغموض برضو مش بس في تصرفاتك ولكن في صفاتك كمان لو الموظفين عارفوا عنك انك طيب هيتعاملوا معاك على انك طيب وهيأثروا معاك وهيستغلوا تبطق دي هيقولوا لنفسهم ما احنا لما نقتزر له هيسمحنا والموضوع هيعدي عادي يعني فاستنادا على ده هيتأخروا عليك علشان يشوفوا اللي وراهم هيسيبوك انت للاخر بما انهم عارفين ان انت في جيبهم هيتعشموا فيك زيادة عن اللزوم لكن لو انت مرة كنت متسامح واللي بعدها اخدت تصرف غشيم هتلاقي ان الناس من نفسها بقى بتعملك اللي انت عايزه من غير انت ما تطلب حاجة لانهم هيبقوا خايفين من تقلباتك المزاجية مش هيبقوا عارفين انت هتبقى متسامح ولا لا مش هيبقوا عارفين انت هتفوت لهم ولا هتعاقبوا وعشان كده هيدو لك اللي انت عايزه خلاص بصوا يا جماعة الخلاصة هي ان طول ما الناس مش قادرين يفهموك هيحاولوا يفهموك يعني هيركزوا معاك وهيفكروا فيك وده تلقائيا اساس هنيعلي بيخلي شعبيتك تزيد لانك شخص ثابت وجوده حتى في غيابه وعشان كده الغموض صفة من الصفات المهمة هتخلي الناس مش عارفة انت سكتك ايه وفي نفس الوقت هتفتح لك سكت كتير اللي يدحك ان الغموض هيخلي الناس تفتح لك الببان المقفلة وبنفسقهم كمان وبكده خلصة الحلقة النهاردة اشوفكم ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاي توتا توتا خلصة الحدودة محمد فرس السلام عليكم اشتركوا في القناة